تاني الاستغلال المساحات الزراعية المخصصة لشعبة الحبوب في فترة الراحة لإنتاج البطاطا آخر الموسم ويدخل إذن هدف إطار قارطة الطريق التي وضعتها الوزارة الوصية وتهدف إلى تطوير الإنتاج الفلاحي وتسخير كل الإمكانيات المتوفرة لزيادة الإنتاج وتقليص فطورة الاستراد طبعا أسعد بناقشة هذا الموضوع مع ضيفي في الستوديو الرئيس المدير العام لمجمع تثمين الإنتاج الفلاحي السيد مصطفى بن حنيني أهلا بك سيد الكريم معنا وشكرا على تلبية الدعوة شكرا لك استدفاتي العفو أستاذ نتحدث عن هذا البرنامج الوطني لاستغلال المساحات الزراعية المخصصة لشعبة الحبوب خاصة المسقية لإنتاج البطاطا غير الموسمية يعني لو نتحدث عن هذا الإجراء هاي إضافة يمكن أن يقدمها هذا الإجراء؟ حقا هو البرنامج يعني بودور سالبطاطا راح يعني في الطريق الصحيح يعني الوزارة الفلاحة والتنمية الفريفية دونك قلعنا في هذا البرنامج في 2017 باش يعني نغطي والاحتياجات من تعال زريعان تعال المستوى الوطني نعم ولهذا باش نقصوا المستيراد من الخارج اللي كانت يعني وربما في وقت ما مصلوحة ال 160 ألف طن قلنا نجيبها من الخارج ولي وربما هذك زريعان اللي كانت جيب من الخارج توصل للمنتج حتى ال 160 حتى ال 180 دينار الكيلو سعر مرتفع سعر مرتفع تنك يعني الشي اللي خلاه دول منتج يقول لك أنا وديه ربما زريعانية تسواري غارية وكين نوض نبيحها نخص نبيحها غارية دونك أوتوماتيك ما المستهلك هو اللي غادي ينظر تانيك نعم الفلاح ينظر والمستهلك ينظر لهذا إحنا كانت سياستان على مستوى تنك الوزارة الفلاحة والتنمية الفريفية عدنا مخبر على مستوى غلال ساقروده اللي خدم موسويمي en saison et en arrière saison سور دي سيكل يعني كانت في هاني الميزة نيبو تهذاك المخبر وهذاك المخبر اللي بصبح ينتجنا تقريبا حوالي مليون لخمسمائة ألف يعني كم نقولو حناي باللغة الجنبية ملي تيبركول يعني بودور دو دي بار هذاك المنتج يعني اللي في هاني تقريبا يوصل بالك وربما كنن ان شما كنوصلون دانير اتاب دو شما يغطي بلس دو سان سكينة بوصن دو جوان تالا سوماس بدناها المنتج كانت لبس بيه على مستوى لهذا المخبر نعم وخرجنا من المخبر ومشينا لشان خلقنا جوش تا قطب دو بار فوراني نديرو لاجئين لاجئين دلناها في فريشي في قلمة مزرعة النموديجية نعم ودلناها يعني في سطيف في ساكروديف هذك لانتاج الدحم اليوم صباح يعني المردود الدحم لكونا احنا ما نتوقعيناش صباحيا من نحت ارت resides 400 قنطار فلقطار يعني تجاوز الانتاج المتلقع ترواف اللي كننا نستنىها وربما كننا نستنى 150 قنطار فلقطار الاهن وصل لمدرنا referales 400 قنطار قocreت ويصدناها للنتيجة. ويصدناها للنتيجة. والحب دلاله رانم دميل ديسد ملقنا العملية هي المنتوج رايتراوح ما بين تلتمية وخمسين حتى الربعمية القنتار. كو سوا موسمي، ان سيزان، او لا، ان اريا سيزان. ان دي سيكل. من بعد ان ادخلنا لزيتابلسمان سومنسي. هذه زيتابلسمان سومنسي سيدي بروفيسونال. معروفين على مستوى الوطن. الناس اللي يخدمون ربعمية، خمسمية حتى ستمية قطار تزريا. عندهم إمكانيات، وعندهم جريبة، وعندهم الكفاءة. قدمنا معهم باش نديروا ملاجئين ننجو للدوزيم جنراثيون يغاولها الجيدو. الجيدو، سالجيون، الجيدو يغاولها قبل القاعدية، سالبريباس. هاد لبريباس باسكو هاني مركز يعني اللي سياني سيسي اني ما يقبلش، لا يوجد طوليرانس بالنسبة للزريعة يعني لازم الزريعة تكون صافية ما فيها لا أمراض لحتى حاجة هذه الجيدة لنها مناطق معدودة يعني كاين في السكيكدا كاين في عندفلا كيف تم اختيار هذه المناطق التي تتم فيها هذه السرعة؟ المناطق دابور اختينا لهم بارابور للمنتجين المنتجين الذين لابنسمنسيين الموجودين في هذه المناطق اللي عندهم جريبة جريبة وسبحة يعني المنتج تحمل ويحققها المرضودة لبس به دونك المناطق وزيب الزيادة نقول بكل صراحة الززاير البوم دوتير جيب في كل قطب دونور وصيد أراضي تعنان تعلق البلاد معدنية يعني البعطة راه تجيب في الود راه تجيب بسكرة راه تجيب أدرار راه في كل مناطق القطب الززايري راه تجيب فيها زريعة البعطة ما كاش فيها اختيار نعم طيب قمعنا وسادة مصطفى فقط يضم إلينا في مكالمة هاتفية المدير المركزي لحماية نباتات والرقابة تقنية بوزارة الفلاحة سيد رابح فلالي أهلا بك سيدي معنا إذا نتحدث دائما عن برنامج وطني لاستغلال المساحات الزراعية المخصصة لشعبة الحبوب خاصة المسقية لإنتاج البطاطة غير الموسمية بداية يعني سيدي أين يكمن أهمية أو أين تكمن أهمية دمج الشعبتين في مرضودية الأنتاج السلام عليكم شكرا على الإستطافة سمح لنا نقول لك هذه النظرة هذه النظرة لجد بها الوزارة هي أن تدخل في إطار تسيد ورق الطريق تعاوزات الفلاحة في 2020-2024 وفيما يخص تعمل إنتاج الوطني والإنتاجية ونظرا لعمل خصوصية هذا الموسم وخاصة فيما يخص الشح الأنطار كان لازم علينا إعادة النظر في كيفية الدعم ومرافقة الإنتاج الفلاحي ولذا فيما يخص المساحات أو الأراضي التي يمكن استغلالها بطريقة ووفرة المياه إطعينا إلى يعني النظر إلى كيفية استعمال المساحات التي استعملت في مجال السقي التكملي في إنتاج الحبوب والتي تتوفر فيها كل يعني الإمكانيات خاصة من الآبار العميقة والآبار لدعم الإنتاج وهذا سيعود بفائدة وهذا يعني بالتأكيد من طرف رؤساء أو المهنيين بذاتهم يعني رحبوا بهذه النظرة واستعمال هذه الأراضي خلينا أولا نوفر الإنتاج إنتاج البطاطا بعد الموسمية نعم التي من المفروض يجب علينا أن نزرع ما لا يقل على ستين ألف أقطار وهذا باستعمال هذه الأراضي سوف تتوفر المئيمية تتوفر يعني تتوفر الأراضي الفرنسية والبذور كينا موضور المتواز الموضور المحلية كينا بكيمية يعني لتقدر تغطي كل احتياجات وباستعمال هذه الأراضي في إنتاج البطاطا البطاطا بعد الموسمية سيمكن الفلاح منتج الحبوب بعد جني المحصول باستعمال هذه الأراضي في إنتاج الحبوب وكما تعلمين أن بعد باستعمال هذه الدورة الفلاحية سيسمح الفلاح لمنتج الحبوب خاصة منتجي حبوب الصلب بتطبيق لتعليمات سيد رئيس الجمهورية لجعل من هذا الموسم قمح الصلب سيد دعم إنتاج ومردود قمح الصلب طيب سيد فلالي تحدث عن المساحات الزراعية التي سيتم استغلالها فيما يخص هذه النقطة هل تم إحصاء هذه المساحات الزراعية التي سيتم استغلالها بالطبع هنا على مستوى الوزارة هناك يعني بزدوني فيما يخص كل المساحات التي استعملت فيها الصغير كميلي وبالنظرة الأولى عندنا ما يحاول يعني الإجمالي عندنا حوالي 117 ألف طار لأحصية حتى يومنا هذا طيب سيد فلالي نتحدث عن تقليص ربما فطورة الاستراد لبدور البطاطا والتي كانت تكلف خزينة الدولة أموال باهظة هل نستطيع القول أن مثل هكذا إجراءات يمكن أن تغنين عن استراد بدور البطاطا والوصول إلى اعتماد كل على بدور بطاطا محلية بالطبع شكرا على السؤال تقليص استراد بدور البطاطا جاء بعد أولا الاستماع لمطلب المهنيين وتطبيقا لتعليمات سيد وزير في لحاوة تنمية لفيا لمرافق تنميهنيين في كل المجالات وبأخذ الاعتبار بالمنتوج الوطني في مجال بذور البطاطا رأينا أن للجزائر إمكانية فيما يحص تقليص استراد هذه المادة العولية لكون أن هناك وفرة وطنية لتغطي احتياجات الوطن بالنظر إلى أن 80% من احتياجات الوطن تغطيها بذور محلية ونستورد فيما يخص يعني لبزوان فيما يخص يعني الاحتياجات نعم الاحتياجات في مادة بذور البطاطا التي تتراوح حوالي 450 ألف طن سنويا كنا نستورد حوالي 100 ألف طن وهذا العام كما 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 قدمتم به نعم قلصنا هذه هذه الكمية بخمسين بخمسين بنية بدون أن يكون فيها أولا خلل في توفير البذور هذا وهذا وهذا تقريص مدعم أولا هناك مؤسسات منتج البذور ذات خبرة في هذا المجال نعم ومدعم من طرف الدولة بالمخبر ببرنامج تطوير هرم تكسير بذور البطاطا بمختلف الأجيال اللي هو على مستوى اللي بدأ على مستوى مخبر قلال والآن راح على مستوى الميدان عند المؤسسات المنتجة وكل وكل المساحات التي اخترت في هذا البرنامج اخترت بعد تحديل مخبرية للأراضي وكون أنها مناطق خالية من الأفات التي تسمح بإنتاج بذور وطنية صحة نباتية جيدة وكذلك هذا البرنامج تقريص البذور مدعم بمجال البحث العلمي الذي بالعمل مع المركز الوطأ العالمي للبطاطا تم يعني الحصول على 12 نصف من البطاطا جزائرية 12 نصف جزائري محض لجاب لدعم عدد يعني عدد الأطناق البطاطا المسموح لها بإنتاج على مستوى الوطن كل هذه يعني النقط يعني تأكد بأن الجزائر بإمكانها أولا أن تكون يعني يعني يونان ديبندنس يعني للفلاحين وعندما نوفر مادة أولية كبذرة البطاطا للفلاح سنساهم في تقليص تكاليف الإنتاج الموجه للإستهلك وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك المدير المركزي لحماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاح رابح فلالي على هذه المداخلة أعود إلى ضيفي شكرا جزيلا لك أعود إلى ضيفي في الأستوديو مصطفى بن حنين رئيس المدير العام لمجمع تطمين الإنتاج الفلاحي إذن ربما نتحدث عن العديد من النقاط تقليص فطورة استراد بذور البطاطا والاعتماد بنسبة مئة بالمئة على بذور محلية وكذلك ارجع الاستقرار للسوق الوطني فيما يخص هذه المادة هل نستطيع القول أنه سيتم ذلك يعني بنسبة مئة بالمئة إن شاء الله وهو المشروع الشيء ما علينا قيمة بيها لمستوى المجمع من إنتاج فلاحي من خلال المخبر تقلال اليوم وصلنا واحد المرحلة حتى 2021 المنتوج تعني السوبر اللي كانت نجي من الخارج حوالي كل عام لكنا نجيبوه 5000 تا 6000 طون في البرنامج تا الاستيارات لكنا نجيبوه من الخارج لكنا الامورتاسيو اليوم وصلنا المنتوج 17000 طون تع السوبر اللي كانت ضعفنا تلت خطرات المنتوج اللي كان يجي من الخارج هذا يعني يباشر بالخير بالنسبة للإللت اللي كان نجيبوه تل 60000 طون اليوم رانا ننجو ان 2021 50000 طون ده والعام جي نعم جي نعم جي من خلال 17000 طون ده على السوبر يعني تميد لأ إذا كانت الوزار تفلاحي يعني 2020 يعني نقصت تعني الاستيارات من خارج 50% 2021 يمكن وربما نوصله 30% بالنسبة الكاتيجوري اللي نحتاجوهم يعني الوطني إذا كانت نزرع 165000 قطار بلطة موسمية وغير موسمية الاحتياجات تزرع تتراوح ما بين 550 وخمسية 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 ترستمية تلف طون بالنسبة للشيما تعالى 2022 إن شاء الله هذي ننجو احنا بالنسبة الله فايت مليون 1 مليون 200 ميل تون سوف نغط يعني دبلما الاحتياجات تعلزرع لذلك سوف يكون فايد وحد الفايد سوف نفكر على مستوى المجمعة تتمي إنتاج في الحماية لابنس من سومانسي باش نخرقوا واحدة التعاونية دي باش تصير هذا الشعب التعزرع وحدك الفايد باش إن شاء الله نسوقوه يعني في المناطق اللي محتاج زرع بالنسبة لإفريقية ولا بالنسبة للدول العربية اليوم يعني تحكمنا في هذا المنتوج اللي صباح اليوم تقريبا وليو باش يشريه من خارج 160 دينار كيلو غالي يشرب 50 دينار كيلو والزرع يعني هي العشاج الفيوش امبورتان في اقتار الخدمات على الأرض دنك ننقول باللي إن شاء الله حني مننا وباش هاد المشروع انتعنا يعني وكانت نانية في حق وزارة الفلاحة مدعمتنا مدعمتنا هاد الاخر مدعم الاسمان سومانسي سلام عبدالرزاق من الانتاج الانتاج الفلاحي ربما الوصول الى الاكتفاء الذاتي فيما يخص بدور البطاطا مدعمتنا 120 مدعمتنا مدعمتنا وهذا سينعكس كذلك على السعر سينعكس على السعر المستحرك اللي غدوى يشي زر البطاطا بسوما غير مقبولة غير مقبولة وفلاح تنكيش كي قولك باللياودي نلوم مصاريف كبيرة مجلش 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 بحر خيس فرهم دونك احنا من هاد الكيفية ان شاء الله يعني نوصلوا يعني باش نقصوا بالمصاريف منتع منتوش تحد زر يات البطاطا ولمستهلك يصبح يعني يشري البطاطا معقولة يعني رانا ماشين تدريجيا ان شاء الله نتحكم 2022 2023 نتحكم نهائيا بالنسبة لها ما تنسوش باللي اليوم زيار اليوم المستهلكي نوم يستهلكوا فائت مئة كيلوغرام هذا الرقم يعني رقم قياسي بالنسبة للدول الافريقية والعربية ما كانش دول الافريقية وعربية اللي تستهلك كتر بسان كيلوغرام نحتاجوا حوالي قريب 50 مليون قنطار اليوم المنتوج ستراوح ما بين 50 و 55 مليون قنطار اللي تنتج على مستوى وطني وان شاء الله غادي نوصلوا ال 60 مليون قنطار باش نكفيو قاع للمستهلكين يعني بالنسبة لهذه المادة اللي مطلوبة من عند المواطنين دونك هذي هذي الستراتيجي اللي رانا ماشين فيها ان شاء الله نحقوها بدينا بزريعة باش نكفيو هذي الاخر هذي النوعية باش نغطيو الاحتياجات المزاريين وتاريين وخصنا نوصلوا يعني بحد طريقات الموسمية وغير الموسمية دونك سل الشيما وبود دولاني باش اني باطا تكون موجودة تكون موجودة على الأهم اليوم على بلكم الباطا حط القيس كي جي الخريف منكاش باطا اليوم باطا موجودة كي كداب طرف النبات دونك هذو كتين كرا عندهم باطا اللي توجد أبارت دو من ديسم بجانبي باش تغطي تاني الاحتياجات المستاليكي دونك احنا الباطا يعني موجودة على الأهم يبقى ناوحد من الشهر شهري اللي تكون وربما ناقص تلعب تما تخل فيها لاريغولation تخل لاريغولation دونك تدخلي لاريغولation باش نخرج هذيك الباطا باش نستابلز ولي وتكون مفر للمستاريكين هذي كانت سياسة وزارة الفلاح أنا ماشي فيها مديش حال واليوم الأمور متحكم فيها اليوم كعين مؤساسة متقطص هالشي ولزي التابلسم توا نارا هم داخلين اليوم وزارة الفلاح رأها تفكر كانت المتقايات مع المتيجين باش ربما تكون لدينا فاية 8-8 طان تعزل اللي غادي ان شاء الله تنخزن في لزان فاستير دفروة باش نخرجوها في الوقت اللي نحتاجوها والمستارك حتاجها باش تكون سومة معقولة وهذا تاني كونستراتيجي اللي يالله ماشي فيها ومتحكم فيها شكرا الرئيس المدير العام لمجمع تثمين الانتاج الفلاح سيد مصطفى بن حني شكرا على وجودك معنا وعلى كل التوضيحات التي قدمتها لنا شكرا جزيلا لك